ارتفاع اسعار ايقارات الشقق في فينا بنسبة 11% في الربع الاول من عام 2024 يعني شيء من المصف جدا يعني عندما نشاهد استاذ ممدوح ان التضخم ما زال يعني صحيح هو يتراجع رقميا ولكن هو في الواقع الغلاء مستمر المستلزمات اليومية الاغذية الاطعمة صراحة المطاعم ما زالت الاسعار مرتفعة فيها وارتفاع باهظ لا يقل عن 25% عن الفترة السابقة ما قبل فترة التضخم التي بدأت مع الحرب العباسية بين اوكرانيا وروسيا اضف على ذلك ان بعد ارتفاع الايجارات السنة الفائتة اقول لك اديش النسبة سيد الكريم 11% يعني 10% اضافية الى 11% يعني الالف صار الفمية واللي كان الفين صار الفين ومتين واللي كان خمسمية صار خمسمية وخمسين هذا على الاقل وطبعا حتى هذه الاسعار تتفاوت بين حي والاخر يعني يوجد احياء وصل بها الغلاء الى 20% يعني في حي هيتسنك بيقول لك بالحي هيتسنك ارتفع 19.5% فبصراحة الذي يريد ان يسترجل بالسياسة ويسترجل بالخطابات ان يعمل على تخفيض هذه الاسعار لماذا هذه الاسعار لماذا هذا الارتفاع على اساس في جمود بحركة الايجارات على اساس في جمود بحركة البيع والشراء فلماذا هذا الارتفاع صراحة ارتفاع وتقارير انا برأيي اراها عبثية ليست بصالح كل الاحساب الاحزاب التي تسعى الانتخابات المقبلة في 29 من نوفمبر فبالتالي يا سيدي الكريم من يريد ان يستقوي ويعمل خطابات سياسية هل يعمل على حل مشكلة ارتفاع الاجارات والغلاء المستمر الذي لم يتوقف منذ الحرب الروسية الاوكرانية وان كان يمكن الحزب الكومونيست استفادوا من النقطة دي لان هم دي اكتر نقطة بيلعبوا عليها او بيقدروا بس هل هيقدروا يأثروا فيها الانتخابات المقبلة الله على الله طبعا احنا عملي حكي على مستوى فينا طبعا على مستوى النمسا كمات في غلا يمكن التقارير ما تكون موجودة هلا بين ايدينا بس ما بتصور حدا عنده القدرة على انه يعمل فرملة لهذا الاسعار شكرا